ينضم إلينا فاتح ناصر فاتح مرأسل لقناة ميديان تيفي في فلسطين أهلا بك معنا هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات الميدانية في قطاع غزة؟ نعم جوهر قد انتهاء الثلاثة عن جمعة حتى تظاهر ألف الفلسطينيين قرب حزيز خطاع غزة في خمس نقاط اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت ميغان أسلحتها الرشاشة طوبة ومعنطرتهم من قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين فلسطينيين بينهم عشرة مصرفين يتبعون إلى وزارة الصحة الفلسطينية ويعملون في مستشتيات ميدانية عند حدود قطاع غزة الموجهات مستمرة حتى هذه اللحظة في هذه الجمعة التي أطلق عليها الفلسطينيون جمعة إحراق العلم وهو العلم الإسرائيلي في البطاة الغربية أيضا بالتوازي مع التظاهرات التي انطلقت في قطاع غزة طلقت تظاهرات أخرى في البطاة الغربية دعما وأثنادا لأهالي قطاع غزة قابلها الجيش الإسرائيلي أيضا بالقمع هناك عشرات الإصابات حالات اختناق جراءت في شقهم الغاز المسيل للدموع مسيرات العودة بحسب الفصائل الفلسطينية ستستمر حتى الخامس عشر من مايو المقبل وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني هناك حالة تصعيد وتصاعد في الأوضاع التي يمع عند حدود قطاع غزة في ظلم عنه جيش الاحتلال عنه يقيه بإطلاق الناروا بهدف القتل إذا ما اقترب عن تنصب جهود الدياز الحدودي الفاصل في قطاع غزة حتى هذه اللحظات شكرا لك فاتح ناصر فالح ونعتذر مشاهدنا الكرام عن ردائتي يا صوت